صباح لخير حبيباتي الغاليات بسم الله لما صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية رب حيباتي الغاليات سمعتوا صوتي في البداية كانت يال صباح يلا فيقام النعاس طبعا بعد ما كان في قوف الأفجار كان صلوا أنا أحيانا أحيانا إلا كان عندي المنتج طويل وهذا درع ما كان نستان صلي الفجار ما عليناش المهم حيباتي الغاليات ولكن ليس دائما حيباتي الغاليات هنا فقط عندي اليوم واحد الروتين شوية مشارجي ولكن مرتبة أموري قلت لكم أنا دائما مرتبة أموري وخاما وقت ذكري كل شي مرتبة الحمد لله وغيتشوفوا على عنو عندي الناس غيتغدى عندي غديه لكم بعد شكل الناس هنا بيت نعاسي هذا اللي زار الملون او مزوق كنديرو على السيري باش نحيدو نصبنو في الأسبوع أحيانا على هذا التحتاني كنخلي 15 يوم ولكن ماشي دائما وجود المخط كتصبنو مرة أنا أعطيكم دابا البرنامج للتنظيف والتنظيم ديالي المهم أنتما هذه غرفة نومية حط حداية كتابية ثم القرآن كان في المسجد كان قرآن في الصالة في السيجور القرآن في غرفة ولدي يعني الحمد لله القرآن كان في الدر كامل اللي بغي يقرأ القرآن كيلقاه قريب منه هنا كتشوفوا هويت البيت جريت الكاشا شوية قمت بينا في كل غرفة كتبيرة المهم كتبيرة 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 ثم يتم الأحيان المشاهدة ثم يتم تبعون الأدو опять سوف نصغر الغبار هنا في الكوفوزات سوف نصغر الغبار سوف نصغر الغبار سوف أظهر الحمام سوف نصغر الغبار المشاهدة الغبار يجب أن يكون قيئة هذا الكاشه يجب أن يدوش يجب أن يمشي البيت يجب أن تبقى طرس الصندالة كل شيء يبقى تبارك الله المراقبة المراقبة حيث يجب أن يدوش فهو مرحة أبداً ويجب أن يدوش يجب أن يدوش ويجب أن يدوش يجب أن يدوش أبداً هنا تجري إلى الغذور ويجب أن يجب أن تبقي قدام هذه الصالة يجب أن يحبط ويبحد الملك المدلل نظر الكوزينة نقية دارك نقية هذا في إطار التنظيم تكون مرتاحة في نفس الوقت تقرأ 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 تفصح حيبيتي الغاليات وأولادي الغاليين نصحكم يبغوا نظام ويبغوا يكونوا نقيات ويبغوا ما يتحشموش أقدم أنفسهم دائما ثلاثا الأماكن حافظ عليهم أولا دخل الحمامة ثالثا المطبخ سعيدة ومرتاحة السجور يستطيع أن يستطيع حياته 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 نظامه قبل أن تنسي وتعطير يعني تقرأ حياته وما يتحسن سيكون كبير ولكن تضيق ثلاثا ونقرأ القطار ونقرأ ونقرأ الضغط الواقع تلحفت عليهم من قيانك تكون جيدة وتفص علي فصحة وفورك و كنتي فرحمة و لما قديتي تتجوم و امعانك و ان تنوض و نقيا و يفتاخر بك بين و بين نسرا لا يعرفون ما يعبرونه و لان انا اربع و ففاext و انك اتجاد الصندوق ان يتجد زوجنا بشيه و يعد أن تكون بحالك ولكن حاولي تختاري قبل ما ترتبطي يعني قبل ما فيام الخطوبة حاولي تعرفي على هذا الشخص وحاولي تشوفي شنو اللي تقدري تصبر عليه شنو ما تقدري تصل حاجة ما تقدري تصبر عليها رهما غادش تصبر عليها واخده لوليدات واخده للي هذا الاختيار خاص يكون صحيح هنا حيباتي بسرعة بسرعة شتوني كنت جبت الجداول لي باش ننقلهم لكم في القناة وحاطتهم كامل جداول لي القدام وجداد راشحال من جدول عندي وجدول واحد جدول اللي غدي نوري لكم عجيب غريب حيباتي الغاليات اليوم نشارك معكم هذا الروتيلي انا براسي استمتعت بي في كنت 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 للمونتاج وضحكت وشفت اشياء غريبة فيها شفت واذا كنت لكم حاولوا تكتشفوها حيباتي عندي اليوماتيان ولدي عرض على صحابه دايرين واحدة تور كل اسبوع عند واحد ما كيكلفوش على انفسهم طبق واحد ما تكونش اوفر ما يكونش شي حاجة زايدة اي واحد دار شي حاجة يعني بحل يعني الضيافة الكبيرة وذلك شي كيخرجوه من الدايرة ديالهم يعني ما بقوش يمشو عندو وما يكونش اكتر من طبق يعني طبق وفواكيه صافي هذا المهم ما عليناش ولدي انا عندي كل شي الحمدول لا في الضار تقضى لي ادجاج عندي ادجاج ولكن هو جاب ادجاج و جاب الفواكيه واللبن وهذه هي كانت العرضة دياله هنا حيباتي الغاليات أنا كتشوفوني نقيت اللوز اه اه سلقته و اه 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 افصخته و اه اا ننشفته و غادي نديروه في الزيته يتحمر كنديرو في الزيته بارد وكننقص عليه النار وكنخليه باش يتحمر على خاطر ويجي مجرمل ويجي ذهب با يجيش محروق وما يكونش اخطر من الداخل الزيت بارد 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 المنطقة لا استخدام الزيت بارد سوف أضيف الملح هنا سنبدل لها المقلع ذاك اللوز راه تحمر ذاك الزيت رانيزتو هنا ودابا قصتها حيث تفديك المقلع لان هاد المقلع هذي بغيتها لان هذي كبيرة وبغيتها كتعجبني في الطيع سوف نغطي القرفة سوف نغطي البصلة ديالي ونخليها على نار متوسطة سوف نغطي النار سوف نغطي النار لان الشرجم ديال الدروج يعطي الريح للشرجم ديال الكور هنا حيباتي تجاج يلي غصلته قطعتها على 4 لاني بغيت ندير طبصيل كبير وخاصها تبالية في طبصيلة حطيتها مجموعة ما غدتباليش كنت مرقدته في العطرية المهم العطرية ديالها وشوية ديال المع وشوية ديال الحركة ماشته وشوية ديال المح وشوية ديال البزار شوية ديال خرقوم شوية ديال هنا البصيلة مشلضة وشوية مع تنسه وقليل جدا من الثوم ما بغيتش الثوم يبان فيها بسف لكن ينجرت واحد شوية سوف نرد نbrسي التاك لنجوية ديال الكاست قريبا ما فقم على عقدي تيال الزيت و خمسطي الأ تبطي البصايلة تحت نحن نتقل على ماء مباشرة نطلق القرفة نطلق القرفة على نار نتقل على ماء نطلق القرفة على نار قسمت 4 كاس ترش الكسكسوgt تحضر الكسكسو لا تحضر الماء ماذا لديك الماء سأقوم بشهر الكسكسو نرش الكسكسو نحركوا و نضيفون و نروح زيت الزيتون لكي نجل الماء و لكن هنا ترشيه و نضيف الزيت بعد الماء الزيت بعد الماء الزيت بعد الماء الزيت بعد الماء كي لا يرطب لأنه سوف يطيب مع البصيلة هنا البرمديالي موجودة ومجدة فيها الماء ولكن بقى ما شعلت تحتان تسنى الدجاج نحيضهم فوق النار لأن البصلة سبحان الله سوف تشد لي الوقت لأنه سوف يطيب الكسكس اللوه العاد سوف نحيض البصلة تشد الوقت لأنه سوف نعسلها صحيح يباتي الغاليات هنا درت زيت الكسكسو حركتو هذيك الدراب راه سوين في الكسكسو في البلبولة خاصة إلا كانت سخونة وحتم هكا كيفتح لك الكسكسو يفتح كل شي مزيان صافي كان بقى هنا يندخل ووشتوني كان عمسو في الدي باش يرطاب يجني أرطاب وفلفل ويتفتح وكتوخن عن هكا نجمعو بالدي ما كي ما كيتعجنش لأني كندير شوية الماء شوية 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 ولكن تبارك الله راه غاية سلية تقريبا شي جوجيترو ديال الماء ولا مكان أكتر وانا ما حسبت ولا كي هنا في الفيديو وليت كنت كنت طيب ما حسبتش كانت عيني ميزاني ويديك تمس ولكن في الفيديو ولا خلاني قد لكم مره كداش هتوش حلب حاجة فراسي هنا حيباتي كتشوفوني صافي خليت قصصو ديالي غطيتو اللي عندي بقي البيضرة كيتسلق والبصلة كتتعسل أو كتطيب بقي مدرة العسل والدجاج راهو كي طيب بقي غندلو فران غنضيف دابة زبيب للبصلة كي ما كتشوفو غدين حركوا معها شوي وغدين خليها وحد شوي وغدين مشي ندير لها العسل وندير لها الزبدة انا ما كندير سكر اي حاجة بويت نعسلها ما كندلهاش السكر كندلهوليت العسل اي حتا وهاد العسل هذا حر مش هيداك الحر الحار ولكن هاداك ديالا راني ضقت البصلة هنا فاشطابت صافي عاد غدين دير العسل إذا كانت بقي مكرز ناقصها غادي يتحرق لي العسل صافي درت واحد تقريبا ملعقة صغيرة عامرة بزبدة غير هذيك الزبدة وصافي غادي راي نار ماشي مجيدة عليها كتشوفو نار كتشوفو نار كتشي واتجي واتجي قلت لكم لانه الريح كتضرب وخش ترجم ماشي مقبل كي كتعطيم على الكورو كي طلع ذاك شي تبارك الله ذاك شاش الريح مكاس بقليف انطار وذاك بحيلة دير الاهوت غير خاص الهندسة ديال الشراج وشتو شتو ذاك البخار فين كي مشي دير كي طلع مع الشرجم والشرجم مفتوح على الكل هنا كتشوفوني حطيت الغلاقة ديال هذيك المقلة على وجهة انا را ما كنحطون على وجهة ديال طاجين ولكن باش ما تعطيش البخار على الكاميرا كين الكاميرا التحت احداها و باش ما تعطيه وانا كنصورها لغير بالبورتابل دابع فهمتولي انا كنلاحطوا الكاميرا كنت كنصور بها كتبقى تصوروا واحد شوية كي يجي ضبابة صافي حي باتي انتم اتجاجتوا ولا كيدخلوا الطياب انا قلي واحد شوية اعد غادي نحيدوا نديروا الفران دابعنا يا حيواتي دست المميعنات نحيد عليها المميعنات يعني وانا وقفة في الكوزينة كنبقى كنحيد عليها المميعن كندير ديرها جافيل شوية شوية را كنزيد جافيل هنا نتكلم لكم على العراضة العراضة قلت لكم هاد درالي تبارك الله الله يهديوا ليداتنا وليدات المسلمين اجمعين ديرين مع انفسهم يعني عدم التبذير وتبارك الله ووليدات وهادوك صحابه احتومه يعني عدم التبذير بغوا يديروا على شي يرجعوا بغوا يديروا شي حاجه احتومه في الحياة عندهم اهداف عندهم طموحات عندهم اصرار باش يديروا شي حاجه في حياتهم ماشي يبقوا مقابل الوظيفة الوظيفة لهذا والخدمة ديلهم لهذا حبيباتي ديرين هاد روتين هاد ديال تغدو مرة في الاسبوع عند واحد غير باش يجتمعوا هكا وباش يناقشوا شي امور ديالهم ولكن ديرين ما يكلفوش لاي واحد خرج على ذاك النظام لي ديرين ما يبقاش معاهم في الكرينج ديالهم او في في المجمع المجمع ديالهم ياك هكا صافي هنا حيباتي الغاليات ولدي قدرت فاش حتى في العشية ودخل فاش دخل بغي ناس وهو يحط لي مئتين درهم عند راسي في بيت ناس لقيتها وانا نصفت لهم ميساج قال لي دورت معك وصافي قال لي ماشي شي حاجة كبيرة ودورت معك اليوم قال لي صدعتك الله يسمح لنا منك الوالدة وهذاك للولدية ما صدعتني محتى شي حاجة أسعد شي حاجة هي يديرها الأمة لوليداتها في دارها لزوجها لولادها لامناتها لشي حاجة يعني أحسن الحاجة كان بغي نديرها هي الأهلنا الوالدين ديالنا وولادنا والزوج ديالنا هده هما أقرب الناس لنا كان بغي نفرحوهم ونديرهم شي حاجة ولهذا حبوا دائما كنوا سعادة وكنوا متبسمين كنت أنا مكشرة على ولدي أو قلت له علش تعراض أو شدير راهما غدي غديم شي غديم في شي قهب ومسكين راش حاجة ولكن الحمد اللهم ملك الحمد والشكر ما كان يقال لي ولدي ولكن في حدود ماشي الصحاب يضحكوا عليه ماشي فهمتوا في حدود أنا عارفة شنو كين والناس اللي معاه نقيين ناس نقيين فهمتوني ماشي عودتاني واحدة سيدة كتبت لي في الميساج قالت لك ولدي مابغاش هذا ولكيت الفلوس مابغاش هنا لكي تشوفوا البلاتو دي الفطور دي اللي عجبتو هذاك الفيتامين راهو كميل قالت لك مسكينة كرفس على ولدها وضيعت خسرت عليه فلوس وهي وحدة لهذا المسؤولية وكل شي دبا ما تلاش بغي يقرأ لها وكي يطلبها الفلوس بزاف كي يقول لها راكينا في الكومنترات سيروا شوفوها في الفيديو الجزء الأول ديال 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 الجدول أه هناك شنو كي يدير هكا لانا قلت لك هو الولد الواحد مع ثلاثة هذه البنات شنو الكي يدير هكا كي يديرها ذكر فاش تكون السيدة عندها البنات ويجي عندها ذكر واحد مع البنات أو جوج أو كتكون تميز بين ذكر والبنات أش كي يحس هذاك هو كي يحس على راسه عنده امتياز عنده شي حاجة عنده واحد رطبة أعلى من البنات ومفاش صافي يكبر البنات كي يكبروا مسكينات كي يديروا اسميته كي يولي هو يمارس هذك هذك التكبر وهذك الشي و هذك الدلال اللي كانوا كيددللوه كي يولي صافي طبع خايب عنده كي يولي انتقم الوالدين دياله وعلى شو ما ربوا هذك التربية لانه هنا يقضي المسؤولين مثلا واحد ضاع سنتي المسؤولة عن تربية دياله ومن البداية راي الشجرة تتحدد من صغرها من صغره علمي بحاله بحلقته ما كان حتى امتياز ما كان حتى وحد فيما يدخلك للجنة إلا أعمالك فمتيرا اللي هذك مكيددخلوا للجنة أعمالك ملك يدخلك للجنة يعني هنا خدمي مزيان معهم ربيهم تربية حسنة بجوجهم كيفوا كيف البنت كيف الولد كيف البنت يا العيالات يا السيدات يا ابناتي راي الحتى وحدة وما يدخلك للجنة راي يقدوله سيفطق النار وما يدخلك للجنة فهمتر راي حتى وحدت يقدوله سيفطق النار ولكن الجنة ما يدخلك لها ويقدوا بجوجه اللي بنت تكون عاقة ويقدوا بل الولد يكون عاق اللي الله ينجينا ونجيكم الاعقين ودنيئ راي ضوارة فهمتر لهذا حيوبية الغليات ما تميزيش بين الولد وبين البنت وخلقوا كيف كيف يديروا الخدمة في الجوج يلبسوا قانونيا بحال يحترمون قانون البيت وقوانين البيت يحترمون ساعة الدخول وخروج لأكل يحترمون ساعة الدخول وخروج لأكل يحترمون ترتيب الصالة يحترمون محترمون سيدة ولدها وصل 17 سنة لا يستطيع التعاقب بأم يتجمع الفلوس يحترمون ملحة و عصر ينضر ملحة و العصر كما ترمون رائع الغاليات هنا تشوفوا قطع الطيقة تجرج لها مع الضربية هنا تجاج دي لها هو بقي كي طيب خليتوا واحد شوية حركت هذك البصلة حتى خصها شوية هذ الخطرة شتو حطيت لكم الغلاقة هكا باش تشوفوا البخار كي يمشي هالكاميرا اسميتو الجاج بقي شوية قصح واحد شوي البصلة ديالي راهي غادي نحرك هذة بغن نشوفها نحركها مزاي من التحت باش تبقى مشيو قد تعسل ولكن بقي فيها المميها ديالها خصها تمص البيض ديالي ها هو في الكاسرونة كي طيب غادي نحيدو غادي نمشي نقشرو وهنا غادي نكملكم على هذك السيدة انتماتي اللي باقي صغارة تولادكم باقي صغر تعلمو تسيطرو سيطري من الصغر حيدي راه نقدو نعيشو ولادنا بفرفاهية نديرو لهم بزفد الحويجات اللي احنا عارفين على انهم في مصلحتهم واشنطي تبغي ولدك غدا يخرج لك اللي يصير خايب يخرج لك اللي يصير فاسد يخرج لك اللي يصير شمكار ولكن راه كينات الأمهات اللي يآذوا ولادهم ويخرجوا ولادهم لها الطريقة هذي بالحب والدلال الزائد راه كل حاجة زادت على حدها راه كتولي مضرة كتولي ضارة كتخرج على مولاها اي حاجة زادت راه كتولي تخرج لك بعواقب اللي يصير اخرى هنا يا حيبتي غادي نحيد جاج جيري غادي نديرو في واحد الطعصة نخليه يبرد ما نديروش في هذيك الطاوبة باش ما يتلقيش دات المموها ديالو انا بغيت المموها ديالو اطلق في هذيك الجيره او في هذيك اسمية هذيك هذي كسو طعصة طعصة ده راه كيمشو لي اشي اسمية راه دب الله اللي كنسجل لكم وراء اصلاة الفجر يعني راه عيانة وفيان نعس يلا حيبتي هنتم وحطيت الدجاج يلي فما غادي نزيد المريقة غادي نزيدها واحد شوية لما نديرها لي اني هنا بغيت المريقة لانو كسكسو انا رابيت ندير تفايا تفايا بالكسكسو ولكن هنا او بالدجاج هناك الكسكسو كيبغي المرقة غادي تشوفونيش غادي ندير بها ديك المرقة ها ما غاديش المهم غادي شوفو كل شي غادي نزيدهوش كيسند الما وغان خليها تتعقد واحد شوية وغادي نحيدها غار هكا تشد فراسة يعني التعقد وغادي نحيدها منذوق لها الملح ديك شو غادي نحيدها هناش ديتلو زيالي درت النص ديالو غادي نزيد بها غادي نص ديالو غادي شوية تساني داشتم ماشي بززف وغادي نطحنوه مهرمش يعني مهرمش درجة ناقصة صافي غادي نديرتو في الماكينة غادي نحيد نديرو فهد القصيعة صافي غادي نحيد نديرو فهد وغادي ندوزون نكملو وغادي نقول لكم على آه نرجع نكملو ليدات داو يحيي بيات الغاليات كنشوفو دابا العطلة بزفت السيدات كيستحلاو الدراري في الزنقة يلا الزنقة وكي يجيهم هما صافي راها كانت المدرسة شاتو دابا تشدو الزنقة يعني في هذا الوقت المهم كان في المدرسة انا كنشوف اي سيدة كتلق ولادها واحد الوقت طويل في الزنقة دراري بيتلعبهم في الزنقة قلس احدهم كون انتي مسالية واشي قلس اراق بي باش شوفو مع من كاينين باش انك تتخليدو كدراري شتو هاد البرقوقة حبيبتي اللي كان في البلاستيكا راها كان قدمتو في شيء وكلاف ذاك شيء وما تقاس نهائيا قدمتو رجعتو درتو في هذيك البلاستيكا ودرتو في المجمي الدابا اخرجتو غادي اعادة استعمال يعني ما كان ضيعش نحتشي حاجة البصلة دياليها هي ماشي وقد تعسل حيباتي غا نحيد لها القرفة عندي جوج عويدات القرفة تم ما نحيدهم وغادي نخليها باقي تعسل حتى تتولي شدالون يعني بني البصلة كان بوها تعسل شدالون بني غادي نقص عليها النار ونخليها باقي هنا قدتلكم هاد سيدات اللي كاتشو بكاتل قولها دهم في الزنق هادو قدراري يمشوا للزنق اكيد هي ما كتسولها كتدري في مدراسة علش لانه لو كانت كتسول عي في مدراسة شكي خدير مش كيدير ما غاديش تتلقوا للزنق حتى الزنقه غا تكون مراقبة ياك وربما كتسولها ليه الى عيطة المعلمة او عيطة المعلمة هنا يمكن غا تسولي ولكن دريك تتلقي في الزنقه لا يدوش وقت لدخول لا يدوش وقت لللعب لقد اعطلتك كم يوزة والزنقه من الصباح تا يتغيب يخرج يبقى للزنقه يتعشى او اسميتو يخرج عانتين للزنقه أنت لا تحكم فيه ما ركعت تحكم فيه الدري الذي يخرج هو باقي صغير في الوقت اللي هو بغى يوكل الوقت اللي هو بغى يلبس الوقت اللي بغى هو يلبس الحجل اللي بغى هو يدير الحاجة التي يريد أن يكون هنا لا يوجد نظام يقول لك أن هذا شيء صافي يتعود هو يدير ذلك الشيء الذي يريد وانتو مرأة الكثير من السيدات مزوجين بهذا النوع وهذا الدري الذي يخرج الزنقة ويبقى في الزنقة فهذا يكبر قليلا لا يمكن أن يلعب اللعب للزنقة ولكن يوقف فرص الدرب مع شمكار 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 ولكن من خلال كنت ترى piece والله دائر هم قابلوا في الدرب حتى الوحدة الجوجة لا تدل هذو الكثير من الأول والصابة التي كانت متلق بالزنقة حسيب ولا راقب هنا هنا يبأت حديث ومغزل فكتبا ويقاتي وانتتبع على مرات الماعدين وبقاء التعسل وانتوا برقيقات فكتبا وانتوا في المجموعة قلت لون بأخذة أخرى وانتبقوا تحديث باستخدام عراضة بدون فشخرى بدون بروتوكولات انا حاولت ندير من شوية شي حاجة بريستيج رائع حتى في التقديم وعجبهم صراحة مع انه بسيط جدا شي حاجة بسيطة كيلو ونصف البصلة ججاجة كيلو الكسكسو جوجيترو دياللبن ديسير ولكن المهمة اعزتكم وعندي مجميم المجميم 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 لمتلك المجميم بصيلة ارتفج طبصلة و��بط اعرفتوك كانوا يزاتف ما كنت نسميتو نضيفه جدت المجميم انا يقوم بفضل غطيتها وخليطتها على الجمع المرقة هي موجودة الكسكس وكان وصل للممعنات نقشر البيض بعد أن نقشر البيض بعد أن نقشر البيض أصلا تصرا فيها الجافيل تمرك شايفين إذا عقلته الفيديوهات كنت نحكي الحوض ونوري لكم في ميناج كتبت واحدة سيدة في الكومنطير قالت السيدة هادية عودوا بالله اعتقدت صبعية ويقا بذلك من أجل تنظيف التنظيف لم أكن اعرف أن نعمل بلس لهم كنت نحس بشعري فقط وكان نحن بس للمحب أما بلس لغسيل و لم تنظيم حلوى من خطرات تحتاج تستعملها على حسب بشي حلوى فهمتوا أجل أسفل جديد لأجل فائدة قد لا تتواجد الحفظ فليلي اذا تم تجمع لا ترغب لا تقوم بالتكلم تعليم صباح هذا يا حبيبتي هذا الفيديو يتعلمون بكم السوء يجبني أصعب ويجبني بحشي يحتاج للتعذيب سوف أدعيك وما كنت أقول أريد أن أخبركم هذا السيدة ونفتح البصمات التي يوجدها لقد نرى و انا نضع بحلقة و انا نضع بحلقة و انا نضع بحلقة و انا نضع بحلقة عندي البصمة تغطي غير هو من قطر ما انا يضع تحت المودة حتى انتشفوا و شوفوا باقي الفيديو و الجزء الثاني فيه هذا الرتير طويل و لكن زوين 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 بارك عليكم اغراني انا بحل ديك الوزة انا يتجربت الصندالة ميديكال انا اضع بحلقة و هكذا انا اتجربت زبدة باقي الفران انا نضع الفران و انا نضع الفران قوى لك سوف نضع الفران بحلقة و سوف نضع الفران سوف نجعله بالمروحة الفرفارة سوف نجعل الفرح تسخن قليلا سوف يسخن قليلا المهم احبتي هي هيكا سوف نقول لكم دبحت الجزء الثاني جزء الثاني رائع 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 لا تفلوش يفوتكم هكا اعطوني رأيكم في هذا الشي اللي يقلز واني بيكم ونحبكم كاملي للجزء التكملة